هاي كذا بعليكم كذب لي يقول لك عنده الحل السحري لمعرفة كونتور السيارة إن كان مقلبا أولا السلام عليكم كيديري اللباس بخير كانت مننا تكونوا في صحة جيدة وانتم ما كتتفرجوا في هذا الفيديو هذا في هذا الفيديو هذا ندعوه على كونتور المقلب دي السيارة أي عرفت بأنه بثاف منكم دخلوا عندي في الخاص وقال لك كيفاش ممكن تعرفوا على كونتور المقلب دي السيارة كذب عليكم كذب لي يقول لك عنده الحل السحري لمعرفة كونتور السيارة إن كان مقلبا أولا في القديم كالكونتور دي السيارة كيت تقلب بسهولة تاما لأنه كان شي شوية ميكانيكا يعني بذيك سميته بالحفرة إنك ممكن تقلب الكونتور ديلك ولكن دبا مع الوسائل الجديدة والإلكترونية ولا صعب أنه يقلبوا الكونتور حتى هذه التكنولوجيا جديدة تم الاختراق ديالها من كلها معروفة كيفاش ممكن أنك تقلب بسهولة تاما ومبارك كيفاش تقلب الكونتور ديال السيارة بواحد الآلة اللي ما كانت تعداش خمسمائة درم أكين خليني يقويكم بأنه كان طرق اللي تخليك تشمل حتى الغرفة الطموبيل ويتبعد عليه أنا ما كان قولكش حتى الشراء لأنه إلا حتفتي حتى شريطة وطاح الفيس في الرأس المغريب بقانون حماية المستهلك ديال السيارة القديمة أرى شوية مع ماشي التالية وماشي حمان ونحن كان طالبون هذا المين بار أن هذا القانون هذي ماشي شوية واكل عندنا في المغريب مهم دبا حاليا في فرنسا يقدر عدد السيارة اللي متلعب بها في كونتور ديالها بستمائة ألف سيارة تصوروا معي المغرب اللي كي يستورد من فرنسا ومن إيطاليا ومن ألمانيا ومن بلجيكا إلى ستمائة ألف سيارة مزورة في فرنسا وزيد عليها ستسيارات اللي عندنا في مغرب وحنا يرى كان نستوردو من عند فرنسا بالدرجة الأولى تصوروا معي هاد عدد السيارة اللي يدخل المغربية يعني إش حال عندما السيارة مزور لها الكونتور لم أشوف كيف ما قلت في الأول ما كي يجحن سحري ولكن كي ننطرح باشتعف أول طريقة واللي دابة واللي هات جديدة وليش حملو حتى كي يديرها هي ذاك الفيش أوديبي بواحد لابليكاسيون تاليفونيك بكيت تعداش واحد تقريبا خمسمية درام وانت طالع يعني لحساب البرفومانس اللي بغيتي فيه واحد لابليكاسيون تاليفونيك وكيتخليك تعرف على عدد الكيلومترات الحقيقي اللي ضربت السيارة ديك هذا كي يخدم بالدرجة الأولى بزاف مع السيارة ديال ألمانيا ثم اضعك تقريبا العدد الكيلومترات بالضبط مع السيارة اللي تجينا من بلايز أخرى ما زال شي مازال هناك الطريقة الثانية واللي كيدلها بزاف ديال الناس دباء والليمة منبشره وذلك ينشيو عند الكونسيسيونير اللي بعض طنوبيه مره الول ويقول لي بدي اعطينا عدد الكيلومترات اللي فيزيت لداته الطنوبيه للكونسيسيونير ويقارنوا عدد الكيلومترات اللي كتضربت الطنوبيه كلها مراجعت عند هذا الكونسيسيونير ويشوفوا ويشوفوا حساباتهم الرياضية ويشوفوا طموبيل الفريمو عندها عدد كيلومترات في العام من الأخر نورمال أو ما شي نورمال أعين الطريقة تالتة اللي هي كاتمشي ولي هي اللي خصاة تبلي عنا في المغرب بثمتاشرة هو دوسيت فيزيت تيكنيك ديال طموبيل وكاتتقارن كل عام وكاتجي طموبيل تحكى تضرب من كيلومتر وكاتشوف العام فاشتبعت اللي كنت فيه لكما كان شي تغيير بلوش كهكا فيمتي كانت تضرب مثلا في العام يقولين لش نعطيكم عرقها صغيرة مثلا كتضرب 20 كيلومتر ذاك العام ضربات 20 كيلومتر ما يمكنش هاد السيادة يضرب كل عام 100 كيلومتر عشان ذاك التال ذاك العام يضرب 20 كيلومتر هنا انت كتب اللي تفكر اياك مام القلوب لكم هنا انا اشكا نعطي كيفاش تشم عودتاني تشوف ذاك الوراق ديال تبدال الزيت هادوك رازويني يدوك اللي كي لسقوه وميلا كانوا ما كانوا يسقوا يسقوا الملطن بيلا الرابعة واللي زوينا هو انك تمشي هذه ممكن اخيرا هذه اللي زوينا هي انك تشد الطنوبي لديلك وتعطيها طوالة اعطيها السرعة ديالها ضرب مزيانة سيدي السرعة ديالك في الطنوبي وشوفها كده الريجيم ديالها وشوفها اشحل عاطي واحد شوية عودتاني تشده في شي في شي طلع فرانيها وعودتاني اعطيها تكسيري وقارن بالكيلومتر جلي او في الشي وما بين البرفروموس ديال ما بين البرفروموس اللي فارت طنوبي لديلك مشكل دابا الاساس هو اننا في المغريب في الكنترا ديال اللي كان نتخده بها الطنوبيل ما كنكتبوش عدد الكيلومترات اللي قطعته من السيارة ان نعرفش انا شديدها وبالتالي لمن بعد مثلا استطعت انني ندخل للسيستيم ونعرف مثلا الى عكسات معاك كونساسو من بعد قاعة شديدها ودخلت انا نعرف القارن شي شوية على الاقل يكون عندي واحد البرفروموس قانونية اللي نقدر نتابع بها اللي باعني السيارة مغشوشة احدها في المغريب ما عن نشط الاجراءات لاننا نتبعوا وعدد الكيلومترات السيارة في حين اننا في دول الخرى عندهم ادوك الأوراق ديال اصلاح ما عندي ما عندي واذا نتبعوا كيف يدير يشوف تتعي ويقول الله ما نشريم جديد وكن شريم مضمون وكن شريم وكن شريم على الاقل عندي أوراق طبوتية أو كأولاق شي دي ففطون يرزع الله مرادنا ما عنده بس و لا ما يصنق هناك الكجفة جديدة ونقديمة في المغريب وانا يخص نغريب يدير خطوات جديدة نحوه قونات التقنين وانا شي حاجة قونات هذه القطعة ديال اللي كان لدينا في الوقت كيف ما قلت في الول بأنه هناك طريقة سحرية باش تعرفوا كونتور مقلوبك هنا أنا أعطتكم طرق باش تشبو بها تضغل فات السيارة ديالكم وتعرفوا مشات السيارة مقلوبة 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 يلا إلى حلقاتين أخرى إن شاء الله معكم أحمد الأمدازي